بسم الله الرحمن الرحيم المغرر الصحة النفسية للأطفال والمسنين المحاضرة الخامسة موضوعات المحاضرة تتقسم إلى جزئين الجزء الأول بتناول القوة السلبية التي تعوق الصحة النفسية ودي مثال لها الإحباط والصراع والقلق والعدوان وحنفصل الإحباط والصراع والقلق والعدوان الجزء الثاني من المحاضرة القوة الإيجابية المحققة للصحة النفسية ودي بتتمسل لنا في حاجتين هدف الحياة والمرونة النفسية الإيجابية باختصار المحاضرة بتتقسم إلى جزئين الجزء الأول القوة السلبية البدعوغ الصحة النفسية ومثال لها قلنا الإحباط الصراع والقلق والعدوان والقوة الإيجابية اللي بتحقق الصحة النفسية والمثال لها الهدف في الحياة المرونة النفسية الإيجابية نبدأ بالجزء الأول اللي هو القوة السلبية التي تعوق الصحة النفسية كمثال الإحباط تعريفه وأنواعه الصراع النفسي نتناول تعريفه وأنواعه أيضا القلق تعريفه وأنواعه وأسبابه وأعراضه وعلاجه العدوان السلوك اللي هو مقصود السلوك العدواني نتناول مفهوم بتاعه وأنواع العدوان واحد الإحباط يعرف الإحباط بأنه عجز الفرد أو فشله في تحقيق هدف من أهداف حياته أو غاية من الغايات التي يزعى إلى تحقيقها فعجز الطالب عند دخوله الكلية التي يريدها يؤدي إلى نشو حالة عنده تسمى الإحباط التعريف واضح يعرف الإحباط بأنه حجز الفرد أو فشله في تحقيق هدف من أهداف أهدافه في الحياة أو بلوغ غاية من الغايات يزعى إلى تحقيقها على سبيل المثال عجز الطالب عند دخوله الكلية التي يريدها يؤدي إلى نشو حالة عنده تسمى الإحباط وهناك من يعرف الإحباط بأنه عبارة عن عايق يحول دون إجباع الحاجة أو الحاجات أو يحول دون حل مشكلة من المشكلات وينتهي عادة بالشعور بالتوتر والضيق والغضب من خلال التعريفين السابقين نجد أن الإحباط له جانبان رئيسيان جانب إدراكي وجانب انفعالي الجانب الإدراكي إدراك الفرد لوجود عقبة تعطرد مساره وتحول دون إجباع دوابعه وحاجاته هذا هو الجانب الإدراكي الجانب الإنفعالي متمثل فيه شعور الفرد بالفشل والتبرم والضيق والغلق قلنا من خلال التعريفات السابقة تعريفين ذكرناهم ليه الإحباط نجد أنه الإحباط عنده جانبين جانب إدراكي وجانب إنفعالي الإحباط حالة ويدانية غير سارة ناجمة عن وجود عايق يواجه الفرد ويحول دون إجباع توابعه وحاجاته هذا يجعل الفرد بالفشل والضيق وخيبة الأمل والأمثلة للإحباط كثيرة جدا وضربنا مثال إن الطالب مثلا الطالب المجتهد الذي لم يحصل على تغدير ممتاز بعد سعيه لذلك فيحدث له نوع من خيبة الأمل ويسمى هذا بالإحباط مثال آخر الفتاة المداخرة في سن الزواج تجعر بالإحباط حينما تجد صديقاتها نجحنا في تكوين أسرة مستغرة يا عبد الحكيم الصوت واضح ومسموع لديكم كله هناك مجموعة من العوامل تزيد شدة الإحباط في عوامل إذا محبط أصلا محبط في عوامل تزيد شدة الإحباط واحد أهمية الدافع المراد يجبعه كل ما كان الدافع بالنسبة للفرد الدافع العايز يجبعه كل ما كان هذا الدافع مهم جدا كل ما كان شدة الإحباط كانت أكبر أيضا نوع العائق أو العقبة العقبة التي يواجهها الفرد كل ما كانت صعبة وشديدة مثلا كالسجن السياسي والظلم كل ما زاد كل ما زادت شدة الإحباط وألمه النفسي أيضا من العوامل التي تزيد شدة الإحباط عدد المرات التي يفشل فيها الفرد كل ما ازدادت محاولات الفرد في إجباح حاجاته وفشل كل ما ازداد شعوره بالإحباط والفشل عدد المرات قلنا عوامل تزيد شدة الإحباط أهمية الدافع بالنسبة للفرد نوع العائق إذا كان عائق صعب وشديد كالسجن السياسي مثلا قلنا أو عدد المرات التي يفشل فيها الفرد هذه هي عوامل تزيد من شدة الإحباط العوامل المؤدية إلى حدوث الإحباط طيب تنقسم إلى مجموعتين عوامل شخصية وعوامل بيئية عوامل تؤدي أو تؤدي إلى حدوث الإحباط أو مسببة للإحباط يما عوامل شخصية ومصدرها خصائص الفرد ذاته أو عوامل بيئية العوامل الشخصية التي تؤدي إلى حدوث الإحباط عجزه الجسمي بسبب مرض أو يعاقة غصور في استعداداته العقلية كالزكاة والتفكير والمرونة سماته الانفعالية كالتشدد الخجل ضحف الصغة بالنفس ضحف حالة الدافعية للفرد هذه بعض عوامل شخصية تزيد أو تؤدي إلى حدوث الإحباط أما العوامل البيئية والإحباط سينشأ نتيجة الظروف بيئية والبيئة طبعا متعددة المثال لذلك البيئة الطبيعية سيحدث الإحباط نتيجة لعوامل تزيد من الإحباط التي هي عوامل طبيعية المناخ والتقص والتلوس والبيئة والضوضاء أيضا البيئة الاجتماعية الأسرة وسالب المعاملة الوالدية وحاجات الأغران أيضا البيئة المدرسية نظم المؤسسات التعليمية والمناهج ونظام التغييم والامتحانات والمعلمين والمناخ المدرسي سواء كان ديمقراطي أو ديكتاتوري أيضا من العوامل البيئية البيئة الاقتصادية النظمة الاقتصادية وسوق العمل ومطلباته والدخول والمرتبات هذه هي عوامل بيئة اقتصادية أيضا الظروف الحضارية من العوامل البيئة التي تؤدي إلى الإحباط الظروف الحضارية الانفجار السكاني تعقيد النظام والتكنولوجيا المعرفية والمعلوماتية هذه عوامل تزيد أو تؤدي إلى الإحباط نجي ليه أنواع الإحباط هناك نوعان للإحباط إما إحباط خارجي أو إحباط داخلي الإحباط الخارجي ويعزي في الإحباط الخارجي نوع من أنواع الإحباط الإحباط الخارجي يعزي إلى عوامل خارجية تتعلق بالبيئة بيئة الفرد المادية أو الاجتماعية ويتضمن لنا الحالات التالية الإحباط الخارجي يعزي إلى عوامل خارجية تتعلق ببيئة الفرد ويتضمن لنا الحالات الآتية العوز الخارجي وده بيحدث نتيجة لنخص موارد البيئة المادية أو الاجتماعية مثال لذلك حالة الفقر التي تحول دون إجباع حاجات الفرد أيضا الجزء الثاني من الإحباط الخارجي الحرمان الخارجي ويتضمن فقدان شيء خارجي يملكه الفرد مثلا أن يكون أخ أو أب أو صديق أو زوجة أو سيارة في حالة فقده بيشعر بالإحباط وعدم التكييف النقطة الثالثة والأخيرة في الإحباط الخارجي العايق الخارجي ويحدث في هذا النوع عند وجود عايق يحول بين الفرد ومبتغاه ويكون العايق مادي مثلا مثلا لذلك الطفلة سيريد الخروج للعب ولكنه لا يستطيع فتح الباب هذا هو عايق خارجي عايق مادي خارجي الإحباط الداخلي الإحباط الداخلي وده بيحدث نتيجة بسبب عوامل متعددة في الفرد وألف العوز الداخلي فغد يسبب الإحباط نتيجة لفقدان الفرد لحاصة البصر أو السمع أو إصابته بمرض خطير يحول دون غدرته في إجباع حاجاته أيضا نقطة الثانية الحرمان الداخلي ويتضمن ده فقدان القدر على الرؤية والسمع وتعرض الفرد لحالات الشلل وتمنعه من مواصلة عمل أعتاد عليه هذه هذه أنواع الاثنين من أنواع الإحباط إما إحباط داخلي أو إحباط خارجي مستويات الإحباط نجل مستويات الإحباط الإحباط لديه مستويين يتوقف مستوى الإحباط على متغيرات تلعب دور أساسي في حياة من يواجه الإحباط وهذه المتغيرات واحد إما تتعلق بقدرة الفرد على التحمل المستوى بتاع الإحباط يرتبط بشيئين ألف أو واحد قدرة الفرد على التحمل يختلف الأفراد من حيث أبنيتهم النفسية وقدراتهم على تحمل من أزمات ومشاكل تعترضهم في الحياة في ناس من الضربة الأولى أو من الأزمة الأولى بينهاروا وما بتماسكوا وما بتتحملوا الضربة اللي بيجيهم أو الأزمة اللي جاتهم على طول بنهاره وفي بعض الأفراد يستطيع لديه قوة والتحمل وتحمل الضغط إذا كان ضغط نفسي أو اقتصادي أو اجتماعي فغدرة الفرد تختلف من حيث الأفراد بين الأفراد من حيث الأبنية النفسية وعلى تحمل الأزمات التي تعترض حياتهم المستوى الثاني مستوى الحاجة وأهميتها حاجة الفرد حاجات الفرد كثيرة ومتنوعة وهي على مستويات مختلفة من أهميتها كل ما كانت الأهمية ضرورية ومن الدرجة الأولى كل ما كان الإسرار لإجباعها أو الإصرار على إجباعها في قمة الهرم أو في الأولوية فلما تكون الحاجة مستوى الحاجة مهم بالنسبة للشخص إجباعها فالفرد بكافح من أجل إجباع هذه الحاجة ويجعر بالإحباط في حال ما استطاع إنه يجبعه والحاجات كثيرة كما حدد إبراهام ماسلو ذكرناه في محاضرات سابقة حاجات بيولوجية في قاعدة الهرم وفي حاجات سانوية في قمة الهرم آثار الإحباط عنوان آخر آثار الإحباط يشكل الإحباط موقفا نفسيا تتوقف صعوبته على التكيف النفسي لدى الفرد وشعوره بخطورة النتائج حتى وإن كان ذلك الشعور وهمي وعلى درجة تعطل أهدافه القريبة والبعيدة الإحباط ينعكس على الفرد ويعاني منه بينعكس على شخصيته بشكل عام يعني لما تلاقي أحد محبط واضح من خلال سمات الشخصية بتاعته العامة بتلاحظ إنه في شخصيته إنه هناك شيء غير طبيعي تلاحظ مثلا على سبيل المثال نلاحظ التاجر الذي تحمل خسارة كبيرة غير متوقعة منلاحظ النواحي الانفعالية أسرت عليه من الناحية الانفعالية أيضا من الناحية العقلية و منلقى إنه لو كان قبل كده ما قاعد يقضى بسريع من ناحية الانفعالية هنجده يقضى بسريع ينفعل يعلو صوته هذه هي بعض الأسار المتوقعة من الإحباط قلنا بتصهر على سمات الشخصية من الناحية الانفعالية وأيضا تؤثر من الناحية العقلية الناحية النفسية صعب ملاحظتها ولكن الناحية الانفعالية الظاهرة كسلوك يمكن ملاحظتها ملاحظة تغير الانفعال عند الشخص المحبط الوغاية من الإحباط هناك بعض الأمور يجب مراعاة خلال عملية التنشئة والتطبيع الاجتماعي داخل الأسرة حتى يعني نغلل من حدوث الإحباط لدى الأبناء حتى نغلل من حدوث الإحباط لدى الأبناء في مستقبل حياتهم مثال لذلك حرص الوالدين خلال عملية التنشئة والتطبيع الاجتماعي على تنمية السمات الانفعالية البساعد الأبناء على مواجهة الإحباطات مثلا كالثبات الانفعالي والمثابرة والثقة بالنفس والتفاول والمرونة أيضا تجنب استخدام أساليب التنشية الوالدين غير السوية مثلا كالتدليل والتفرغة والحماية الزايدة يعني الأسرة الوحدي يجب على الوالدين إنه ما يدلل أبناء في نفس الوقت ما يكون في حماية زايدة وما يكون في تفرغة بين الأبناء في واحد يفضل على الآخر هذا يولد شخصية في مستقبل حياته إنه فريسة للوقوع في براس الإحباط أيضا مساعدة الأبناء على تبني القيم والأخلاق في توجيه سلوكه حتى يصبحوا قادرين على تحديد أهداف لحياتهم واتخاذ قراراتهم يعني ما بعدين لما يكبر الإبن عندك لو ما ربيته على إطار القيم والأخلاق ولما يكبر ما بيتخذ غرار في حياته إلا بناء على الأسرة حتى غرار الزواج ولا غرار السفر ولا العمل ولا دراسة إلا بناء على أهداف تحديد الأسرة الأسرة لكن إذا الأباء ساعدوا الأبناء على تبني القيم والأخلاق ووجهوا سلوكهم في تحديد أهداف معينة لحياتهم واتخاذ غراراتهم فمستقبلهم بيكون ممتاز أيضا من الأساليب بتاعت الوغاية توجيه الأبناء على كيفية تحديد أهداف وغعية تتناسب مع الغدرات بتاعتهم وما تكون صعبة المنال أيضا من النقاط المهمة المفروض نسكرة تنمية الوازع الديني لدى الأبناء هذه بعض أساليب الوغاية من الإحباط المحور التالي سنتكلم عن الصراع النفسي كواحد من الغوة السلبية التي تؤدي إلى سوء التوافق النفسي الصراع النفسي تعريف الصراع الصراع من العوامل الدينمايكية الأساسية في تكيف الفرد وهو يعني وجود تعارض بين دابعين يلحان على الإجباع ولا يمكن إجباعهما في وقت واحد ف نلقى الفرد في صراع بدرجة كبيرة هناك دابعين يوجود تعارض بين دابعين الاتنين محتاجين يجبعوهم في وقت واحد وبيكون صعب إجباعهم في نفس الزمن وبالتالي بيحصل لدى الفرد شد وضغط نفسي وهذا ما يسمى بالصراع ف أهمية الدوافع المتعارضة لدى الفرد من جهة واتخاذ الغرار من جهة تانية فبالتالي الفرد بيكون في حالة بتاع الصراع مثال لذلك أن يطلب أن يحصل أن يطلب من الطلبة آداء الامتحان بموضوعين في يوم واحد الطالب المهدد بالرسوب بتكون بتواجه مشكلة بيركز على أي موضوع حتى ينجح ولأنه هو أصلا مهدد بالرسوب أو مهدد بالفصل فبنجد أن الطالب في حالة الصراع لما يكون عندي امتحانين في نفس الزمن أو في نفس اليوم ونلقاوه في حالة بتاع الصراع أنه يفضل وينوع على الآخر فإذا كان بالنسبة له النجاح مربوط بنتائج حساسة في حياة الطالب الدراسية فنلقاوه أنه في حالة بتاع الصراع شديد جدا لأنه النتيجة بتاعت هذا الامتحان مترتبة تحدد المستقبل فبالتالي يمكن أن نعرف الصراع النفسي بأنه حالة انفعالية غير سارة تتسم وبالتالي يمكن تعريف الصراع النفسي بأنه حالة انفعالية غير سارة تتسم بالتوتر والضيق حيث نجد الفرد نفس حيث يجد الفرد نفسه حاير بين دابعين في موغف ما أن يختار حيث أن إجباع هذه الدوافع يؤدي للتنازل عن الدافع الآخر هما دابعين لا بد من إجباع واحد ولا بد أن يتنازل الدافع دافع آخر لهذا يعترض الفرد حالة من الصراع النفسي ومسال لذلك نلقي بعض الأطفال نجده مثلا حايرا بين رغبة في رضاء الوالدين في مقابل إجباع أحد دوافعه أو حاجاته أنواع الصراع يأما صراع إقدام أو صراع إحجام أو صراع الإقدام الإحجام صراع الإقدام النوع الأول صراع الإقدام صراع الرغبة وهو صراع الرغبة وهو يتعلق برغبة الفرد في تحقيق شيئين أو إجباع حاجتين في وقت واحد وأن رغبته فيهما متعادلة ومتساوية لذلك يتصارعان على مسرح ذاته وما شاعره والأمثلة على هذه المواقب كثيرة فبعض الأطفال مثلا يعاني من صراع بالرغبة في مشاهدة برنامج كارتون مثلا على إحدى غنوات التلفزيون ورغبة في مصاحبة والدته لزيارة خالته واللعب مع أبنائهم هذا نوع من أنواع الصراع صراع الإخدام وهو صراع الرغبة أحيانا بيكون في حاجتين شيئين أو إجباع حاجتين في وقت واحد فبيكون في حالة صراع إخدام وهو صراع الرغبة وضربنا مثال بالطفل الذي يعاني من رغبته في مشاهدة برامج كارتون على إحدى الغنوات الفضائية وبين مصاحبة والدته لزيارة خالته ويلعب مع أبنائهم النوع الثاني من الصراع صراع الإحجام عدم الإخدام صراع الرهبة صراع الإحجام وهو عدم الإخدام أو صراع الرهبة في هذا الصراع تهدد الفرد من حصوله على أمرين ومن أمثلة هذا النوع ما يحصل عند المريض المرض يهدد من جهة وخوف من عملية جراحية صراع من جهة أخرى هو يعاني من مرض المثال لصراع الإحجام يعاني لمرض تحدد له عملية ومتخوف إنه يمشي للعملية العملية الجراحية بتكون بالنسبة له صعبة وفي نفس الوقت المرض مؤسر عليه أيضا من أنواع الصراع صراع الإقدام الإحجاب صراع الإقدام وهو صراع الرقبة والرهبة وهذا النوع من الصراع وجود أمرين يرغب الشخص في تحقيق أحدهما ولكن الأمر الآخر يمنعه ويعرق التنفيذ هذا الصراع بسبب تعارض رغبتين أحدهما موجبة والأخرى سالبة أو موضوعين جار مرغوفي وجانب غير مرغوفي أو مرهوب ومن أمثلة لذلك الصراع الذي يعانيه بعض المرضى فهو يرغب في الطعام ولكنه خايف من السمنة أو خايف من ارتفاع مستوى السكر في الدم في بعض المسافرين إلى مسافات بعيدة مثلا بيرغب في الوصول بسرعة ولكنه يرهب الركوب على مط الطائرة خلصنا الصراع سالسا نأتي له القلق القلق هو حالة من التوتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد أو خطر فعلي أو رمزي وأحيانا يصاحب هذه الحالة خوف غامض وأعراض نفسية وجسمية وأعراض نفسية وجسمية هذا هو نحن ما زلنا نتكلم عن الغلق ويعتبر الغلق من أكثر الحالات العصاب ومن أشيء على الطرابات النفسية انتشارا يمثل ما بين 30 إلى 40% من الأطرابات العصابية وهو أكثر شيوعا لدى الإناس أكثر منه عند الزكور وأيضا يوجد عند الأطفال والمراهغين وسن الشيخوخة نتيجة للصعوبات التي تعترض الإنسان خلال حياته اليومية وحتى الغرن الحديث هذا الغرن العشرين يسمى بعصر القلق أنواع الغلق قديرة نحن هنذكر فيها على سبيل المثال هنا سلاسة أنواع القلق الموضوعي وهو الاستجابة المتعلقة بعوامل خارج ذات الفرد فعندما يسمع بعض الناس حصول سرقة في محل ما يسكن فيها فالقلق يتعرض له ويعد قلقا موضوعيا أو عند وفاة شخص ما يسير بعض الغلق عند بعض الناس وهذا أيضا قلق موضوعي أما النوع التاني من الغلق ويسمى الغلق العصابي وهو لا يعرف سببه ويعجز الفرد عن تشخيص أو تحديد موضوع محدد يرتبط بالقلق ولكن القلق العصابي يصهر في صورة في سلاسة صور يصهر في سلاسة أنواع القلق العصابي يصهر في سلاسة أنواع في صورة قلق عام وفي صورة مخاوف مرضية وفي صورة تهديد لتوقع حدوث شيء مخيف وكلها مشروح نحن هنمشي سريع للقلق النوع التالت اسمه القلق الخلقي والإحساس بالزم وهذا يصهر هذا القلق في حالات الإحباب المرتبطة بالزاد العليا التي تعمل على ضوان السلوك الجيد الذي ينسجم مع القيم والتغاليد أسباب القلق العصابي إما استعداد وراسي لأنك تتقلق أو مواقف حياء ضغطة أو مشكلات في الطفولة والمراهغة والشيخوخة أو مشكلات في الحاضر أيضا تعرض الفرد لعدد من الصدمات النفسية كمود عزيز أو خسارة مالية يمكن أن يسبب بعض الإحباط والشعور وهذه تعتبر بمحفزات للقلق الأعراض أعراض القلق العصابي يمع أعراض جسمية ودي بتشمل لنا الضحف العام ونقص الطاغة والحيوية والمسابر والتعب والصداق والصداع والتعرق وارتعاش الأصابع وشحوب الوجه وسرعة النبط وألم في الصدق هذه أعراض جسمية للقلق العصابي لأعراض النفسية وتشمل لنا القلق العام والقلق العام والقلق على الصحة والمستقبل والتوتر وعدم الاستقرار والشعور بعدم الراحة والحساسية الزايدة والاستسارة والاهتياج والشعور بالخوف والشك والارتباط العلاج صداغات وتسلية وموسيقى وعلاج بالعمل العلاج الطبي وهذا هو علاج للأعراض الجسمية المصاحبة حتى لا توجد لديه مرض جسمي آخر من مسكنات ومهديات غير مضادة للقلق ويمكن تعريف المريض أن هذه المسكنات والمهديات لا يعتقد أن مرضه عضوي المنشأ رابعا في الجزء الغوة السلبية لتحقيقة الصحة النفسية رابعا العدوان آخر شي يعني العدوان أو بين قوصين السلوك العدواني مفهوم العدوان هو اسلوب يهدف إلى الحاق الضرر بالآخرين أو بالأشياء وهو عمل هدفه إيقاع الأزى بفرد أو مجموعة من الأفراد أنواع العدوان إما عدوان بدني أو عدوان لفظي أو عدوان الممتلكار أو عدوان رمزي العدوان البدني وهو ذلك النوع من السلوك الذي يهدف إلى إيقاع الأزى الجسدي بفرد آخر مثال لذلك الضرب العدوان اللفظي وهو الذي يهدف إلى استخدام اللغة والألفاظ كوسيلة للتهجم على الآخرين كالسب والشتم والسخرية عدوان الممتلكات وده يهدف إلى إلحاء الضرر لممتلكات الآخرين وأشياءهم الخاصة يعني تخريب متعمد أيضا في عدوان رمزي وهو عدوان غير صريح عدوان باطن عدوان المشاعر الداخلية وهو ذلك العدوان المرتبط بالمشاعر الداخلية في الإنسان من صورة حقد وحسد ونانية وغيرة هذه هي أنواع العدوان نجي إلى الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو القوى الإيجابية المحققة للصحة النفسية ذكرنا في المقدمة قبيرك أن القوى الإيجابية المحققة للصحة النفسية يتقسم إلى جزئين حنا نتناول الهدف في الحياة أو المرونة النفسية كمقدمة مضى على علم النفس بوصفه تخصصا مستغلا غرن ونص تقريبا إلا غليلا عنه أهتم المتخصصون في علم النفس بالجوانب المرضية غير السوية والانحرافات على حساب الجوانب الإيجابية في الشخصية مثل التفاول الأمل السعادة السرور ففي جوانب إنسانية راغية العلماء في علم النفس حتى الدارسين والطلاب دائما يبحثوا عن الأشياء غير السوية انحرافات وإلى آخرين لكن ما كانوا ما كان فيه بحوث متحددة عن الجوانب الجميلة في الإنسان من تفاول وأمل وسعادة ورضى وسرور أيضا في جوانب إنسانية راغية مثل معنى الحياة نوعية الحياة جودة الحياة على الرغم على الرغم من إنه علم النفس فيه تيارين تيار تكلم عن علم النفس الإيجابي وفي تيار يتكلم عن علم النفس السلبي أقلب الدراسات تناولت لمرة تناولت موضوعات متعلقة بعلم النفس السلبي على سبيل المثال الاكتئاب الشعور بالوحدة الاقتراب القلر أما الموضوعات الإيجابية زي التفاول والسعادة والحب والمساندة الدراسات فيها قليلة جدا حتى في العالم الغربي وفي مجتمعاتنا العربية ولكن في السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام بعلم النفس الإيجابي والناس بلتنتبه إلى بناء همية بناء السمات الإيجابية للإنسان وإزدادت دائرة البحث والممارسة في علم النفس الإيجابي حسب في فترة السنوات الأخيرة الحديثة والناس بدأت تهتم بالنفس الإيجابي كالسعادة والرضى والحياء والإيرادة الهدف في الحياة لماذا أعيش ما معنى الحياة وهل تستحق الحياة أن تعاش هذه أزلة أسارها الإنسان في زمان ومكان دون أن يتمكن من الإجابة عليها إجابة شافية لماذا يعيش وما معنى الحياة وهل تستحق الحياة أن تعاش الإنسان طرح هذه الأزلة محتاج لأجابات شافية كافية فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يكاد وجوده ينفصل عن تساؤله عن معنى الحياة أن الوجود هبة مجانية ومهما اختلف طارعنا في الحكم على غيمة تلك الهبة فإنه من المؤكد الغالب العظمى منه بتتمسك بأهداف الحياة وطرأ في الوجود نعمة كبرى لا تعادلها نعمة أخرى وربما هذا معنا واحد من العلماء اسمه ماركوس حينما كتب يقول أن الحياة لا تساوي شيئا ولكن شيئا لا يساوي الحياة بداية ظهور مفهوم الهدف في الحياة أهلو سلام عليكم سامعيني يا جماعة صوت واضح تل حكيم تمام تمام طيب ماشي الله يسلم بداية ظهور مفهوم الهدف في الحياة يعتبر واحد من العلماء اسمه فكتور فرانكل من أول العلماء اللي ينتبه لمزألة المعنى الوجود أو الهدف في الحياة الساعد في ذلك خبرته كسجين في معسكرات الاعتقال النازية طور نظرية أثناء ما موجود هو في السجن واختبر على نفسه وقام بتطبيقه خلال ما وجوده في السجن أغنعته جدا بأن كل إنسان لديه شيء يجعر أنه المعنى الذي يجعله يستمر في الحياة ويتمسك بها ومن خلال إغامته في المعسكر لاحظ الكثيرين من المعتقلين الذين كانوا يجعرون بأنهم ضحايا وكانت تسوء حالتهم ولكنهم حين ينتبهون من تلغان أنفسهم إلى وجود شيء يستحق الاستمرار كانوا يستعدون توازن من جديد بدلا من التفكير في الانتحار عندما يدركوا إنه هناك في حياتهم ما يستحق إنه يستمر هذا هو مفهوم الهدف في الحياة فأحيانا ببتلك بعض الناس هم يعني ما بيشعروا بهذا الشعور وشعورهم دائما بعدمية الحياة وهم يعانون من فراغ وجوده وانعدام الحياة الهدف في الحياة فيكتورو فرانكل هو أول من نادى بالمعنى الوجودي للحياة أول هدف في الحياة فذكر إنه لن تكون الإنسان ما بيستسلم إذا كان عنده هدف في الحياة وإذا ما عنده هدف في الحياة يستسلم وما سيستمر ما المقصود بالهدف في الحياة الهدف في الحياة مفهوم مرتبط بمعنى الحياة ومفهوم فالحياة فالحديث عن معنى الحياة زي اللي انتهت الاربعين دقيقة جيت صح هنخش من جديد يا شباب ورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور يا شباب خشوا من جديد. نحن هنواصل المقصود بالهدف من الحياة كما ذكرنا قبل غاليل. أنه مفهوم ما المقصود بالهدف في الحياة. لا بد أن نوضح بعض المفهومين شاعر الخلط بيناتهم وهما مفهوم معنى الحياة و منفهوم الهدف في الحياة. فيرتبط المفهوم الأول بمعنى الحياة في مفهومها عموما وهي حياة البشر وعلاقة بسائر الموجودات في العالم أما المفهوم الثاني وهو مقصود به التصور الشخصي للفرد تصور شخصي للفرد لمعنى الحياة مثلا أنه طرح للتساور الإنسان يسائل نفسه لماذا يعيش ومن أجل لماذا ولمن أيضا ميز واحد من العلماء اسمه بلوم بين مفهومين على هذا الأساس الأول يختص بمعنى الحياة المطلق والنظام العام أما المفهوم الثاني تصور الفرد للغرض الذي يجب أن يزعى لتحقيقه معنى الحياة يعتبر من المفاهيم التي استحوزت أو بدت تستحوز الاهتمام من غبل الباحثين في مجال الصحة النفسية وهذا المفهوم يرتبط داد الإنسان بقيمة حياته ورضاه عن ذاته وتقديره وتقديره للحياة هذا أيضا ينطوي على الدور الذي يرى أنه أهل لأدائه في الحياة واحد من متخصصين من نفس اسمه محمد عبدالتواب أيضا تكلم عن الهدف في الحياة بأنه هو شعور الفرد بتحمل المزولية والرضا عن الحياة وأن حياته ذات معنى وهدف وإدراكه لنوعية الحياة التي يعيشها بشكل جيد من خلال إدراكه لنوعية الخدمات المقدمة له في المجتمع هذا يعني باختصار عن المفهوم عن الحياة الهدف في الحياة أن الهدف هدف الحياة يختلف من شخص ليش آخر الهدف في الحياة يختلف من شخص إلى شخص آخر ومن يوم إلى يوم آخر ومن ساعة لأخرى حتى في الشخص الواحد نفسه في الفرد الواحد نفسه يختلف الهدف في الحياة من يوم ليوم ومن ساعة لأخرى والذي يهمنا في هذا المعنى الخاص للشخص عن الحياة في وقت معين فلكل فرد مهنة الخاصة ورسالة الخاصة في الحياة يحتاج إلى تأذيتها أي فرد عنده رسالة خاصة في الحياة يحتاج إلى أن يؤديها بشكل مطلوب فالهدف في الحياة يرتبط ما مربوط بشخص معين في جوهر أو في وجوده حيث أن كل إنسان يتسم بخصائص شخصية واجتماعية ونفسية متميزة وفريدة والتفرد ليس سمة أو خاصية مواغف في الحياة بل هو سمة تتميز بها الحياة ككل وحياة كل إنسان بالطبع تحتوي على سلسلة من المواغف الفريدة التي تجعله يستجيب لها بطريقة الخاصة الفريدة وبالتالي فإن لكل إنسان لكل إنسان معنى وهدف خاص في حياته وهذا المعنى يختلف من شخص لآخر ومن لحظة لأخرى ومن زمن لزمن ومن موقف لآخر وهذه المواقف الناس بتختلف فيه التعامل فيها أحياناً ترتبط بشي خارج ذاتنا ونهب له أنفسنا وهذه الحالة وصفها ماركل بخاصية التسامي بالذات البحث عن الهدف في الحياة أو إرادة الهدف في الحياة إن الهدف في الحياة كما يرى فرانكل يكتشف بواسطة الإنسان ولا يخترع بواسطة الإنسان فالهدف في الحياة لا يأتي من تلغى نفسه في الواقع ولكن يكتشفه الإنسان من خلال عملية بحث دقوق ففي المعاني المتميزة والمتفردة هي اكتشاف شخصي فيجب أن يزعى الفرد ويكتشفه بنفسه وما ممكن الإنسان يزعى لإنسان آخر ليضع له هدف في الحياة يعني ما ممكن على الإنسان نفسه بنفسه يزعى جاهد للعسور على معنى وهدف في الحياة ولا يمكن أن شخص آخر أن يغوم بهذا الدور لشخص آخر ويرى فرانكل أيضا أن إرادة المعنى قد تتعرض عند الإنسان للإحباط وهذا ما يسمى بالإحباط الوجودي وحيانا الإنسان تصيبه نوع من الإحباط وعدم عزيمة في التوصل إلى معنى محسوس للحياة وهذا ما يسمى بالإحباط الوجودي أو ما يسمى بالفراغ بالفراغ الوجودي والشعور باللا غيمة واللا معنى وهو شعور غاسي جدا يعاني منه بعض الناس ويؤدي إلى نوع من الانحراف السلوكي هذا الشعور شعور اللا غيمة للحياة يؤدي إلى انحراف في السلوك وسائل الإنسان في الكشف عن معنى حياته هناك سلاسة وسائل الإنسان عن طريقة يستطيع أن يكشف عن معنى حياته الوسيلة الأولى الإنجاز والتحقيق في هذه الوسيلة تعني تحقيق الإنسان وإنجازه أشياء هامة في حياته كالنجاح والتفوق والدراسة والعمل والمهنة ويمكن للإنسان أن يجد معنى لحياته من خلال عمل ابتكاري وابداعي كالمقترعين والمبدعين الذين طوروا بعض الحاجات التي ساعدت على رفاهية الإنسان هذه الوسيلة وسيلة الإنجاز والتحقيق من خلالها يستطيع الإنسان أن يكتشف معنى للحياة أيضا الوسيلة الثانية بشكل سريع جماعة عشان نخلص يرى فرانكل الوسيلة واضحة تماما فالوسيلة الثانية هي عن الغيم تتحدث عن الغيم وخاصة قيمة الحب وتعني هذه الوسيلة كما ذكر فرانكل جزء من نظريته باعتبار أن الحب أسمى القيم التي يخبرها أو يختبرها الإنسان ومرتبط بموضوع التسامي على الزات الوسيلة الثالثة والأخيرة المعاناة المعاناة هي أحد الطرق التي يستطيع من خلالها أن يكتشف الإنسان معنى حياته فحينما يجد شخص نفسه في موقف لا مفر منه وحينما يكون على شخص أن يواجه قدرا لا يمكن تغييره كأن يكون مثلا مرضا مثل السرطان مثلا فقد يكون أمام الشخص فرصة أخيرة لتحقيق الغيمة العليا لتحقيق معنى المعنى الأعمى وهو معنى المعاناة والمعاناة والألم والموت ومن غير الموت والألم فإن الحياة لا يمكن أن تكتمل فإذا تقبلنا تحدي المعاناة بشجاعة كان للحياة معنى حتى اللحظة الأخيرة وعندما يكتشف الإنسان معنى حياته فإنه يصبح مستعدا لتحمل المعاناة هذه هي الوسيلة الثالثة لإكتشاف معنى الحياة هنمشي ل المرونة المرونة النفسية الإيجابية ودي شغلت الباحثين وهناك بعض الخصائص عند الأفراد زو المرونة النفسية المرونة النفسية دي شغلت الباحثين كثير من الناس تم تكلموا عن المرونة والتغيرات اللي بتشكل ضغوط على الإنسان وإنه الإنسان بحاول يتأقلم معها وتعرف المرونة النفسية الإيجابية بأنها تحل الفرد بدرجة عالية من الانسيابية وعدم الجمود والتصلب في الفكر والانفعال عند مواجهة المواغف المختلفة سوى ضاغضة منها وغير ضاغضة المرونة هي تحل الفرد بدرجة عالية من الانسيابية وعدم الجمود والتصلب في الفكر والانفعال في خصائص خصائص الأفراد زو المرونة النفسية منها الصبر التسامح الاستغلال النفسي التفاول الصبر يقاس هذا البعد على غدرة الفرد على التحلي بالجلد والرؤية والاتزانة الانفعالي التسامح يقاس هذا البعد مدى غدرة الشخص على الصفح والعفو عندما يسأله الاستغلال النفسي هذا البعد غدرة الفرد على إنجاز واجباته ومهامه معتمداً على نفسه التفاول يغيس هذا البعد روح البشر والسعادة لدى الفرد ورؤيته جوانب المضيئة والمشرقة في حياته هذه بعض الخصائص خصائص الأفراد الزوغ المرونة المرونة النفسية قلنا الصبر التسامح الاستغلال النفسي التفاول والمبادرة وإبداع الحلول والبدائل الاستبصار الاجتماعية الأخلاقية تغبل النق وتعلم والتعلم من الأخطاء وتحمل المسؤولية هذه كلها خصائص الأفراد زوغ المرونة النفسية ذكرنا منها بالشرح الصبر والتسامح والاستغلال النفسي التفاول أيضا المبادرة وإبداع الحلول والبدائل أيضا الاستبصار وأيضا النواحي الأخلاقية أيضا تغبل النق والتعلم من الأخطاء أيضا من الخصائص تحمل المسؤولية الأسارة الإيجابية للمرونة النفسية من الأسارة الجانبية الصحة نفسية من سمرات المرونة النفسية تحقيق الصحة النفسية وارتبط المرونة النفسية بالصحة النفسية وكلما كانت هناك معشرات للصحة النفسية كلما كانت هناك معشرات للمرونة النفسية أيضا من الأسارة الإيجابية للمرونة النظرة الإيجابية للحياة كلما كان الإنسان متحليا بخاصية المرونة كان أكثر إيجابية في تعامله مع الناس من حوله ونظرته للحياة من حوله وغيمته الاجتماعية كذلك في العمل والحركة بيشتغل بفاعلية ونظرته للحياة بمنظار تفاولي أيضا من الأسار الإيجابية للمرونة الاتصال الفعال الإنسان عنده مرونة منذ ولادته في الحياة يقوم بعملية اتصال واتصاله دائما بيكون علاقات إنسانية يرتبط نجاحه وأيضا اتصاله الإنساني بالآخرين ينجم عن تفاعله مع المحيط من حوله اتصال الفعال في كل نواحي نواحي جابية أو نواحي سلبية فهي من الخصائص الإيجابية للمرونة شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبالتوفيق لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة